اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قرأت قبل مدة مقولة برئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يقول فيها وهي مقولة حكيمة تنطبق على واقعنا استحدث عن هذا يقول عمران خان في هذه المقولة يقول من يقود السفينة حيث يريد المسافرون فهو قفضان ومن يقودها حيث يريد هو فهو قرصان وبين القبطان والقرصان تنفض شعوب وتضيع ألطان والحقيقة هذا القول فيه حكمة وفيه رؤية دقيقة وفيه تشخيص لواقع حقيقي وصحيح وأورد هذه المقولة لعمران خان وأنا أقرأ تعهد لما يسمى بالإطار التنسيقي الآن الذي يريد أن يشكل الحكومة في كل يوم يعني يصدع رؤوسنا باجتماعاته وترتيباته لتشكيل الحكومة القادمة وهذا التعهد ورد على لسان أحد قيادات ما يسمى بالإطار التنسيقي هذا الإطار طبعا هو خليط من ميليشيات وخليط غريب عجيب من ميليشيات وإصابات وقطاع طرق وأحزاب طائفية وفاشلة وعملاء ومرتزقة وتجار وفاسدين لا تعرف يعني وجهلة وهذا المجموع كله هذا الذي يحكم العراق من عام 2003 إلى حد الآن ويدعون أنهم ديمقراطية وأنهم يعني يفهمون في السياسة ويفهمون في الحياة ويحكمون العراق والحديد والنار عموما التعهد ينوص مثل ما قال هذا القيادي على اتخاذ مثل ما يعني باب النص قال على اتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة فور تسنمنا لمقاليد الحكم وتشكيل الحكومة وبين هذا القيادي في ما يسمى بالإطار التنسيقي أن الحكومة ستلغي هذه الحكومة القادمة ستلغي جميع الاتفاقات مع الدول الفقيرة الموقع في عهد مصطفى الكاظمي طبعا مصطفى الكاظمي لا أحد ينقدر وما عاد أحد ينقدر الحقيقة يعني هو لم يأتي من فراغ وجاء من رحم هذه الأحزاب وهذه القوى كل هذه اللي تعدثنا عنه واللي تحكم العراق وهي جاءت به بعض ثورة تشهريين لكي ينقذ العملية السياسية لكي يعطيهم فسحة من الزمن لكي يشتروا وقتا لكي يتدبروا أمرهم للحفاظ على العالم السياسي وبقاء قطارها على السك لأنه ثورة تشهريين كانت تضغط بقوة ليسقاط كل هذا القطار وإزاحته عموما فلذلك كل قراراته هي نابع منه بهذا الاتجاه عموما فهم الآن يقولون أن الاتفاقيات هذه لا تخدم الدولة مثل ما يقول هذا الناطق أو أو أحد القيادين في هذا ما يسمى بالإطار التنسيق يقول هذه الاتفاقيات لا تخدم الدولة وترهم جميع مقدرات الدولة لصالح الدول الأخرى وهذه الاتفاقيات مثل ما يقول أبرمت في مع دول فقيرة لا تستطيع أن تقدم شيئا للعراق مثل الأردن ومصر لذلك سوف يتم إلغاء جميع هذه الاتفاقيات طيب أولا يعني عليه عليه من يقول لنا لنا يعني هل هناك من ثقة ممكنًا يتوقعونها وهم يتحدثون بهذه اللغة من كل دول الدنيا بأنظمة تتشكل في العراق بهذا الشكل يعني من عام 2003 لحد الآن لا ثقة ولا بوعود ولا باتفاقيات مع هذه الحكومات من الضامن إذا كان هذا وجه لوجهه بشكل الإنسان الصريح يقول سنوضي هذه الاتفاقيات طيب والحقيقة أنهما الأمر ليس بيدهم الأمر ماذا تقول إيران إيران إذا سمحت للأردن وغير الأردن ومصر وغيرها ستسمع إذا أرادت ولم تسمح لا تسمح وهي لا تسمح لأنه قد تأتي بضاعة من هنا من هناك قد تأتي فواكه قد تأتي خضر تدخل السوق العراقية تنافس البضاعة الإيرانية هذا غير مقبول السوق العراقي محجوزة للبضاعة الإيرانية فقط على المواطن العراقي أن يشتري البضاعة الإيرانية سيء من أسوأ ما يمكن لكن يجب أن يشتريها لذلك أنت المنتوج العراقي ما عاد موجوده لا بالزراعة ولا بالصناعة انتهت وغير مسموح للعراقي أن ينشئوا زراعة أو يقيموا صناعة أبداً هذا غير مسموح ولذلك كل الحكومات التي جاءت لا تساند أو لا تدعم الانتاج الوطني لا تستطيع أن تدعم الانتاج الوطني وأي منتج زراعي صناعي حتى على المستوى البسيط الصناعي أو الزراعي إذا مراد أن يعني يدفع بانتاجه إلى السوق سيجد منافسة كبيرة لأن كلفة انتاجه أعلى بكثير من البضاعة الموجودة في السوق فلذلك لا تستطيع أن تنافس يعني فلاح يتعب عليها ويزرع ويفلح ويجيب بضاعته الطماطة وغير الطماطة وينزلها للسوق وأيضا الطماطة اليرانية أرخص منها بكثير والبتنجان اليراني أرخص منها بكثير وبالتالي لا يستطيع أن ينافس فتتلف ويرميها وهكذا وصناعة طبعا كل المصانع دمرت فبالتالي القرار الاقتصادي وقرار سياسي وقرار متغول على العراق بأنه كل اقتصاد العراق مرهون لإيران ومرهون لخدمة المشروع الإيراني هذا واقع الحال لذلك يتكلمون بهذه اللغة وهذا أيضا يجعل هذه الدول عليه من يسأل نفسهم هذه الدول التي تبني علاقات وتفتح السفارات مع هذه الحكومات من عام 2003 لحد يعني يسألوا نفسهم ما يعني ما هي الجدوى من هذه العلاقات ما الذي يريدونه إذا كانت ما كنت ثقة بهم هم يتصرفون هكذا وفي أي لحظة الميليشيات تهددهم وما ضربت دول الخليج وضربت بطائرات مسيرة وطائرات مفخخة وكارثة كبيرة فإذن العراق لا ثقة في النظام الذي يعكمه ولا بالسلطات التي تتولى الأمور به هي الميليشيات وبالتالي يعني عليهم هؤلاء الذين يتحدثون هذا يعني الإطار التنسيق وهذا القياد الذي يبينهم عليهم اللي يقول العراقين ما هي الدول التي يعني مو فقيرة ولا تستطيع أن تخدم يعني تخدم العراق وتقدم خدمة للعراق هو يقول أنه هذه لا تقدم للعراقيين يعني تسلم العراقين طرها مقدرات العراقيين ولا تستطيع أن تقدم شيئا للعراقي خلي قول لنا من هي الدول اللي تقدم شيئا للعراقيين يعني إيران تقدم شيئا للعراقيين هل يتقدم المخدرات والعصابات والسلاح والقتل والذبح والمصيبة والبضاعة الفاسدة والمخربة والأدوية الفاسدة هذه مفيدة للعراقين تتغول العراق وتبيع لغازة وأكثر بلد مصدر للنفوط ثاني بلد بالعالم عند نفوط احتياط نفوط وتالهة ما عند الغاز يصدرون لغاز هم وكارثة كبيرة وكل كهربائنا مرتبطة بيهم وإذا ما زعلوا يقطعون الكهرباء ويزيدون أسعارها وخلص واقتصاد هو مبلد محاصرة صالة ما أعرف كم سنة لكن اقتصادها قائم مع ذلك والعراق واقفوا إياه لأن اقتصاد العراق كله مولى فبالتالي سيطرت إيران على تجارة العراق واقتصادها وسياستها وكل شيء ورهنت اقتصادها لمصالحها فالسلطة والنظام في العراق رهاء وجراء عند إيران وبالتالي لا يمكن الوثوق بهم أنت تريد أن تبني مشروعاً روح أخذ موافقة إيران أنت تريد أن ترشح مسؤولاً لمنصب معين حتى لو كان مدير عام روح أخذ موافقة إيران هذا وقع الحال لا أحد يقول غير ذلك هذه كذبة الديمقراطية وإحنا اختارينها وإحنا انتخبنا كذبة كبيرة والدليل ما يحدث اليوم إيران تريد إدارة للعملية السياسية بطريقة والبعض من أحزاب هذه القوى العملية السياسية تريد إدارة بطريقة أخرى اختلفوا في طريقة الإدارة فقط اختلفوا على العملية السياسية لأنها مدمرة ومخربة لا 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 اختلفوا على طبيعة إدارتها وقفت إيران مع من يؤيدون مشروعها مع رؤيتها كيف تريد أن تدار هذه العملية السياسية وتحقق الفوائد وتبقي العراق ضعيفة وهذه جزء من أجل لذلك ما قولت أمران خان رئيس وزراء الباكستان السابق أن من يقود السفينة حيث يريد المسافرون فهو قطان ومن يقودها حيث يريد هو فهو قرصان والحقيقة من يقودون العراق كلهم قراصنة وقراصنة يعملون لحساب طرف آخر لذلك ضاع العراق بهذه الطريقة وقت هذه الحلقة قد اتهى أترككم بخير ألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة